بحث وزير المياه والبيئة المهندس توفيق الشرجبي بالعاصمة عدن مع سيكرتيرا الأول ورئيس قسم المياه والأمن المائي بالسفارة الهولندية باليمن جان بيتا إمكانية تنفيذ محطة تحلية مياه البحر بمدينة عتن وناقش اللقاء جملة من الموضوعات المتعلقة بالأساليب والطرق المتاحة للتطوير خارطة طريق تلبي الاحتياجات نحو تحلية المياه البحر في مدينة عدن كمرحلة أولى وأمكانية تطوير التجربة لبقية المناطق الساحلية وأشار وزير المياه إلى أن الوزارة تعتزم توجيه المشاريع المقدمة من المنظمات والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات تحلية مياه البحر لحل المشكلة للاحتياجات المائية وتحسين خدمات الإمدادات المائية وتقطية العجزة الحاد بالعاصمة المؤقتة عدن وتزويدها بما تحتاجه من مياه صالحة للشرب لمواجهة الطالب المتزايد على المياه بسبب الكثافة السكانية لمدينة عدن ومدى الاستفادة منها لتعميم التجربة في المدن الساحلية وجرى في اللقاء الاتفاق على الإعداد المشترك لورقة تفاهم لتحديد ملامح البرنامج والخطوات القادمة لحجد التمويلات لمشروع تحليط مياه البحر لمدينة عدن بالاستفادة من البرامج الأخرى القائمة حاليا لإعداد الدراسات واختيار المواقع الملائمة للمحطات في إطار برنامج لا مركزية لإنتاج المياه اشتركوا في القناة